قرار اللعب ياسين عدلي أنه يريد أن يلعب بقاميس المنتخب الفرنسي لكن قبل الكان كان الناخب الوطني تكلم أنه ياسين عدلي سيكون مع المجموعة ربما فيه أشياء جزئيات قبل أنه مجاش الكان نحن 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 مشال بوردون بوردون تقل إلى ميلان ويلعب معه بعدما كان قريب من لعب كأس أمام إفريقيا يجيك بعد كأس أمام إفريقيا ويقول لك أنا أفضل اللعب في المستوى العليل كفيه كلام أنك أنت متجه إلى المنتخب الجزائي هل أثرت كأس أمام إفريقيا في قرار اللعب؟ ربما أكيد ربما وصراف في الكان خيبة أمل أشياء ربما اللي غيرتها لما تقدرش أنت خلاص اخترت المنتخب الجزائري شهر أو شهرين من بعد تخرج بي كلام آخر أنك تريد التحق بالمنتخب الفرنسي المستوى العادي إذن المستوى اللي كنت جاي له مش عالي لما تتكلمين تقول من شي إلى المستوى العادي هو المنتخب الفرنسي أكيد حتى ولو باش تلعب في المنتخب الفرنسي اليوم من الصعب لما تسمع الأسماء اللي قالها مونير كامافينغا تشواميني انسى وارن زاير إيمري اللعب 18 سنة و 19 سنة اللعب باريسان جرمان هذا يعني في نفس ميزان نعم 19 سنة و 18 سنة هره هو في المنتخب الأول الفرنسي لذلك المنتخب الفرنسي لازم تكون تلعب أعلى من المستوى العالي ولي كان ذكرك حتى في المنتخب الجزائري الأماكن غالية قويري الذي يعني وضعنا عنه يعني قولنا عنه كل شي لما جاء إلى المنتخب يعني ما قدرش يفضر أصعب منتخب في العالم تلعب فيه اليوم هو المنتخب الفرنسي أصعب منتخب لازم تكون في مستوى راقي وعالي ولا كونسطنس لما تشوف أنت وحد ما كيريا نمبابي يعني كان بالبرومات كيفاش اللعب اليوم اللعب كيش نقول مودرن ما تقدم من الصعب لهذا لكن أنا شخصيا أحترم قرار اللعب ربما إن شاء الله يغير رأيه كيما نقول إن شاء الله ولو أنه الأمر الصعب الآن بالذات يا نصر بويش شيخ خديث